ارجعني لكم يا أصدقائنا مباشرة على الهواء على أمل أن تكونوا عم بتقضوا معنا أوقات حلوية ومفيدة بها النهار محطتنا هلأ رح تكون مع دكتر ندم عوض مسؤولة برامج الدكتوراه بمعهد الأديب الشرقية رح نحكي نحن والدكتر سوا عن الحرية والمسؤولية في الشعر عن وين عريض لأمور كتيرة رح نحكي بخلال هاللقاء دكتر صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا فيك يعني مثل ما عم نقرأ ينظم معهد الأديب الشرقية بجامعة القديسوس في بيروت ومعهد الدراسات الشرقية أيضا وقسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة بون بشراكة مع مؤسسة شاعر الفيحاء سابة زريق الثقافية والهيئة الكاتوليكية للتبادل العلمي الخارجي الحرية والمسؤولية في الشارع بعد في جامعة أيرلينجن أيه كمانا جامعة أيرلينجن يعني مجموعة من الجامعات تتكيف الوطن تضامن لنوصل لأوين دكتر؟ لنوصل أنه نعطي فرصة للشباب اللبناني أول شيء ينطلق عالميا مش بس يضل معروف محليا من أن الجامعات الألمانية قرروا يكونوا عم بيساعدوا لبنان وهو الفضل بيرجع على دكتر جورج تامر سرجون كرم يلي هنه سرجون كرم بجامعة بون دكتر جورج تامر كمان هو بجامعة أيرلينجن قرروا أنه يجوا نتعاون سوا نحن وياهون بالشراكة مع المؤسستان يلي هنه واحدة ألمانية واحدة لبنانية نكون عم نشجع الشباب يلي عندن موهبة لكتابة الشعر أنه يكتبوا نحن عم نساعدهم أنه يكتبوا بخلال ورشة عمل عم بتصير بواحد باثنان أيلور رح منكون كلنا موجودين عم نعطيهم تبس عم نساعدهم أنه يكونوا عم بيكتبوا ضمن موضوع الحرية والمسئولية يلي رح ينكتب خلال هيدول اليومين رح ينشر بلبنان وأيضا رح تترجم الأعمال للغة الإلمانية وتنشر بإلمانيا ليه اللقاء رح يكون بحرم جامعة القديس يوسف بالتحديد؟ ليه نقيته هالمكان بالتحديد؟ هذا الحرم بالتحديد؟ ليه؟ بأنه معهد الأداب الشرقية يلي صار له 120 سنة هو باعتقد كان من أول المعاهد بجامعة القديس يوسف يعني إذا بدنا نقول بنحكي عن الجامعة اليسوعية يلي صار له 150 سنة يلي السنة عم نعيد لـ 150 سنة نحن للجامعة اليسوعية يلي هي كانت إذا بديك تقولي شاهدة على ويدلادة لبنان الكبير يلي هي كان إلا أيادة بيضة أنه لبنان كان عم بيخلق وعم بيكبر وهي عطول عم بتجرب قدمة فيها تكون عم بتساعد الشباب أنه ينموا مهاراتهم أنه عم تدعم الشباب اللبناني ليوصل لمحل معين يعني عطول كانت سباقة عطول كانت عم بتجدد عطول كانت عم تخلق مثل ما خلقت باريتاك يلي هو كان إذا بدي أقول بدنا نقول باريتاك كانت شي كتير مهم وقت لنخلقت بالجامعة اليسوعية لتساعد الشباب أنه يصيروا أنتربرنور لتشجع إذا بدي أقول صناعة الزكاءات فهلأ كمان نحن وعيين أما الجامعة اليسوعية وعية أنه نحن لبنان إذا بده يرجع ينهض المواد الأولية رح أحكي هي العالم عنا يعني إحنا ما عنا بترول ما قدرنا طلعنا بترول ما قدرنا ما عنا شي شو عنا ما عنا حديد عنا الإنسان عنا الإنسان ومعطيته وعنا زكائنا يعني نحن معروفين كشعب زكاء فممكن نكون عم نستثمر بالزكاءات يلي عنا الشباب يلي عنا الطلاب يلي عنا أنه نساعدهم يكونوا عم بيكتبوا عم بيبيعوا أفكارهم يلي هي الفكرة هلأ يمكن أقرل بكتير من شي ملموس طيب دكتور قدي من خلال هيدا شي اللي عم بتقموية اللي ما بعرف إذا بتسمحي ليطلق عليه اسم ورشة عمل لأنه هيدا ورشة قائمة بزيتة يعني من ناحية أو من أخرى قدي عم بتطلعوا مبداعين جديد قدي عم تفتحوا آفاق جديدة نحو أعمال يمكن ما كانت خاطرة بالبال قدي عم بتخله يصير فيه فرص جديدة للعمل يعني نحنا عم نجرب إذا بديك تقولي في عنا هدفين في عنا هدف نخلق فرص عمل جديدة نكون عم نخلق شباب عندهم مهارات بيتطلبوا القرن الواحد والعشرين من ناحية تاني نحنا بنشتغل كتير على الإنسان ومنشتغل أنه يكون هالأشخاص اللي عم بيطلعوا من عنا عم بيساهموا ببناء لبنان الوطن يعني إذا بتلاحظ عنوان الورشة العمل الحرية والمسؤولية الحرية والمسؤولية نحنا عنا ديبلوم جامعي صحافي استقصائية يعني عنا ديبلوم كتابة سيناريو باللغة العربية كل هالديبلومات الجامعية يلي نحنا عم نكون عم نطلقهم هن حتى هلأ اللبنان ما ممكن نرجع نقوم والتربية قوم والاقتصاد يرجع يطلع إذا ما كان عنا فلاسفة ومفكرين وشعرة يعني وراء كل ثقافة كل بلد إذا بدنا نقول اقتصاده طلع في عندك إنسانيات في عنا يعني إذا فقدنا الإنسانيات ورحنا أكتر للذكاء الاصطناعي صرنا نحنا مثل يعني الإنسان صار مثل الربو فنحنا هدفنا يضل في عنا إنسان بيفكر بمسؤولية يضل في ضمير ونكون نحنا عم نساعد الشباب أنه يضلوا بلبنان هن وبي لبنان يقدروا يكذبوا يبيعوا لبرة لأنه الكتابة هي فكرة عم تبيعية فيك تبيعية أكيد بس قلت شعلي كتير مهمة دكتر أنه ما ينحصروا بأداء معين أو بخانة معينة هيدا الكلمة اللي كنت عم بلبش عليها ما ينحصروا بخانة معينة هن فيهم يعطوا أكتر من هيك بكتير بمجالات عديدة يعني يلي بيكتب شعر أو بيكتب أدب أنه أوكي بيكتب شعر بيكتب أدب بيحصروا بها المجالين طيب ما هو كمان فيكون مؤلث فيكون كاتب فيكون ما بعرف يعني في عنده كتير أمور تاني بيقدر يعطيها رح تكون بس باللغة العربية المنشورات يلي رح تطلع من خلال كتب الشعر لا رح تترجم للألمانية للألمانية وتنشر بألمانيا أوكي وهيدي بعطيق فرصة كبيرة من أنه جمعات ألمانيا كمان بتشجع يعني هنا عندهم هيدا الفكرة أنه يشجعوا على الكتابة من أنه النتاج الأدبة من كهية هو السقافة وهو بيبني الأوطان شو الصعوبات يلي هيك فكرتوا فيها أمام القيم بهذه الورشة هل في صعوبات ملموسة صعوبات عملية صعوبات ما كنتوا حسنين لحسين بعدنا طلعت قديمكن إذا بديك تفكري بالصعوبات ما بتعملي شي ما بتعملي شي أي والله يعني حتى لو بلشنا بورشة العمل كان في عدة اجتماعات مع دكتور سرجون مع دكتور جوش تامر يلي هني مشكورين على المجهود كمان يلي عطوه من ألمانيا أنه يشتغلوا يكون فيه مؤسسات رح تدعم هالشباب لنقدر ننشر لهم شو رح يكتبوا بأنه بالنهاية في كتير شباب بيكتبوا بس هلأ لتجي تنشر صعب مشكلة مشكلة بأنه ما بقى فيه دور نشر هي تهتم بالنشر حتى إذا بدنا نقول أنه ممكن ينشر ويرجع يطلع يلي دفعون لنشر ما بقى الكتاب عنده إذا بدي أقول ما بقى فيه سوق للكتب الكتب الورائية فهون كان فيه عندنه عندنه مجهود كبير أنه قدرنا جبنا الشباب كمان مؤسسة سيبا زراء شاعر الفيحاء كمان مشكورة بأنه عطول هو موجود ليشجع الشباب يلي بيكتبوا ليشجع الشعر الناشئين بس ما بتحسيها مغامرة يعني نحنا للأسف نحن شعب لا يقرأ نحنا ما بنقرأ نحنا إذا الصدفة منقرأ مش مثل بره بتشوين قاعدين بالميترو عم بيقروا وينما راحوا لكتب معهم بيقعدوا بالجاردان بيبليك بيقلوا لا إحنا ما بنقرأ ما بقلنا جليدة وبتحسي أنه هيدا مغامرة دكتور عم بتفوتوا بمغامرة مش حاسبين لنتائجها ولا لا يمكن نحنا أخذين صورة تانية علا هي مغامرة ويلي بيشوف بس تشوف المجتمع بالنظرة بعيدة بتحسي أنه نحنا فيتين بمغامرة بس بس تكوني مع الشباب على الأرض مع هالشعر النشئين يعني أنا كتير مرات بمبسط بس روح على محترف فني بس كوني عم بروح على مسرحية بتلاقي مثل ما عم منلاقي المطاعم فيهم كتير عالم والسهر وهيك لا عم بلاقي فيه شباب بيهمهم يقروا بيهمهم الأدب بيهمهم الفلسفة بيهمهم الشعر يعني نعمل أمسي الشعرية بيكون الحضور كتير ملفت تتفاجأ أوي كي بتقوله عم نتفاجأ بتعرفي دكتور من الملاحظ بهيد القوين الأخير نحنا ما عم نحكي بشكل عام نحنا مسالمين جدلان أنه نحنا ما بقى نقرأ مثل قبل وما بقى نطالع مثل قبل وما بقى كتير يهمنا الكتاب مثل قبل بس هلأ مثل كأنه فيه ثورة أو فيه هيك فورة عن جد بس يكون فيه أمسي الشعرية بتلاقي المكان كله من تلي بس يكون فيه أعلان لشي قراءة كتابي شعر بتلاقي الدني كله يعني معناتها صار فيه نهضة جديدة بهيدا الموضوع فيه نهضة وفيه عندنا جيل صارح بالقراءة بيحب الكراءة يمكن ما بعرف الجيل يلي كان قبل يلي هو تعود يقرأ كمان جرب ينقل هيدا الحب للولاد بأنه هون برجع أنا بقول مش بس المدرسة البيت قلو أهمية الأهل الأهل قلو أهمية بس نحنا بنشوف حتى مثل البرنامج عندكم البرنامج الصباحي أما في كتير من البرامج عم بيرجعوا يضووا على أهمية صحيح التربية أهمية السقافة يعني هيدا السقافة مش رح تجي هيك رح تخلق معنا هي هيدا شغلة بتنعطى نتعلمها نتعلمها وأنا كتير بعرف أنه أما بنبسط بسوف كتير مرات من التلفزيونات المحلية الإزاعات عم ترجع طاعت مساحة للسقافة للتربية للشعر للإبداع دكتور شو شروط المشاركة؟ ما في شروط ما في شروط؟ في شروط أعمار يعني يلي بدو يشترك بدو يبعث لنا سي في مع إيميل مع شي كاتبو على workshop Lebanon Germany gmail.com نحنا منرد برسالة أنه استلمنا ومنرجع منتواصل معهم منعطيهم كيف بدون يجوه هلأ بعتقد العمر نحنا محددينه مأنه الهدف أنه يكون فيه شعراء نشئين مش شعراء كاذبين ونشرين يعني نحن بدنا نشجع الشباب أنه يكتب ويخوض مغامرة الكتابة والشعر بأنه هيده مغامرة أنا بسميها مرة إذا مرة كتبت ونقرالك والنشر بتصير عندك إدمان بتصير تحب تكتب أكتر تنشر أكتر يعني هي إذا بدنا نقول الخطوة الأولى الأصعب بس بحال صارت الخطوة الأولى نحنا منكون سهمنا بخلق شعراء جيل شعراء جديد ما بدون يقدموا قصيدة أو شي من كتاباتهم لتاخدوا فكرة للشخص بلا مع السي في قصيدة أما نسري ممكن يكون مش ضروري قصيدة فيون يكتبوا نسر وفيون يكتبوا شعر دكتر بدي منيك هيك تعطينا فكرة عن النتائج المرجوة المباشرة والنتائج المرجوة هي اللي بتجي بعد حين مش ضروري تكون هلأ يمكن أنتوا تقطفوها بعدين بس شفتوها ودرستوها وأختوها بعين الاعتبار النتائج المباشرة هي أنه رح منساعد ثلاثين شاب وصبية أنه يكتبوا أنه يصيروا شعراء أنه ينشروا وأنه ينعرف بلبنان بأوروبا أنه نحن شبابنا هو الشباب مسقف بيكتب بينتج أنه عنا شعراء عنا فلاسفة عنا مسقفين بس النتائج الأبعد أنا بدي أحكي عن القرن الواحد والعشرين والوظائف الجديدة يلي عم تنخلق سحصر فيه الذكاء الاصطناعة وكتير من الأشخاص خايفين رح ياخد محل الإنسان رح بيصير محلنا الذكاء الاصطناعة رح بيبطل إلنا دور بأنه بقله كتب وهو بيكتب يلي أنا بحاجة لقله بس لأه التجارب يلي صارت ويلي طلعت أنه الذكاء الاصطناعة ما أنه قادر يكتب محل الإنسان ونحن هلأ إذا بدنا نقول سار في عنا الصناعات كتير مهمة مثل المنصات التليفزيونية الناتفليكس الشاهد كل هيدولة يلي هني بحاجة يكون في عندهم كتابة نصوص سيناريو بدهم كتاب يعني كل شي إذا بد يقول العالم الرقمي بده كونتنت بده كتاب أكيد وهيدول الكتاب نحن عم نحضر جيل من الكتاب ليكون هو موجود يقدر ياخد هالفرص العمل يلي عم تنطرح مش بس على سعيد لبنان على سعيد العالم العربي وعلى سعيد العالم كله يعني دكتور معوض عن جد هيد الخطوة تشكروا علي مش هيد على إيدكن متمنى لكم دائم التألق والنجاح وإن شاء الله هيك كل فترة بتعطونا جيل يتابع يقرأ بيقول شعري بيكتب نصر في أجمل منه الواحد هيك جيل يربع على السقافة مش على البرودة ما في أجمل منه بتكتوري شيء أخير أشكر الوتي في كمانا بأنه أنتو ساهمتوا معنا اليوم بدعمكن لا هيدا المشروع وحيدا المشروع يعني مشكورين على الاستضافة أهلا وسهلا فيك واجبتنا دكتور نادا معوض مسؤولة برامج الدكتورة بمعهد الأدب الشرقية أهلا وسهلا فيك شكرا لوجودك معنا وإن شاء الله بكل لقاء بتخبرين عن مغامرة جديدة وعن إيفانت جديد بتكون تقوموا فيه هيك أنا كتير نشيطة مبين أصلا أهلا وسهلا فيك دكتور أصدقائنا المشاهدين نحن هلأ مروح لبريك صغير ومنرجع من تابع معكم مباشرة على الهواء